طبيعي جدا جدا اللقطات اللي انت بتشوفوها مفيش نادي في الدنيا كلها مفرح كماهيرو زي النادي الاهلي مبروك مبروك سوبر جديد بيضاف لنادي الاهلي سنة اكتر من رائعة الحقيقة حقق فيها الاهلي انجازات كبيرة جدا وارقام خياسية صعب على كل نادي او انديت افريقيا الحقيقة انها تكررها على مستوى البطولات القرية تاني سوبر في فترة وليلة جدا بيحقق والنادي الاهلي على التوالي بعد ما حقق لقبين لدول الابطال برضو على التوالي سنة كانت سعيدة جدا وزي ما انتوا شايفين كده قاعدة جماهيرية جديدة في اجيال فتحت عينيها لقيت الاهلي متسيد كل البطولات على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا وبالتأكيد قاعدة وشعبية وجماهيرية النادي الاهلي بتزيد يوم بعد يوم ولقب بعد لقب وبطولة بعد بطولة مباراة دراماتيكية ويمكن سبحان الله السيناريو الصعب ده خليها واحدة من المواجهات ملحمة لن تنسى واحدة من المطشاط اللي هتتحط او هتتحفر في ذاكرة جماهير النادي الاهلي لسنين طويلة زي مطشاط كتيرة جدا حسامها النادي الاهلي وبطولات كتيرة جدا حسامها النادي الاهلي في اللحظات الاخيرة ودي اللي يمكن بتدي موتعة زيادة شوية سوبر جديد مش هيفرق معنا قوي لكن الحياة السيناريو اللي اتحطت بيه او ترسمت بيه المباراة خلى البطولة ليها طعم تاني خالص اه ما فيش شك عادنا على عصابنا تسعين دقيقة وشدت عصاب وتوتر وعصبية ونرفزة بس جزء كبير جدا من جماهير النادي الاهلي ما فقدتش الامل ومنهم انا الحقيقة يعني وانا قاعد بتفرجع المطش كان خلاص فيه ناس سلمت نمر زي ما بيقوله فيه ناس قالت خلاص يعني مش يومنا والتوفيق مش معنا لكن انا كنت كل او طول الوقت بيقول هنسجل 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 ويمكن من حسن حظ طاهر الحقيقة اللي بعتقد انه نجم من نجوم المباراة واعتقد انه جماهير النادي الاهلي بشكل خاص فرحانة جدا جدا طبعا مكاسب كتير بطولة جديدة رقم قياسي جديد قربنا كتير من ريال مدريد الفرق دلوقتي بطولتين اتنين سوبر في سنة واحدة اسعاد الجماهير العريضة اللي كانت موجودة فيه الاستاد واللي كانت موجودة بره الاستاد ويمكن من حسن الحظ انه قبل ما نختم السنة دي ونوضحها يكون طاهر محمد طاهر صاحب دور بطولة صاحب دور رئيسي في تحقيق لقب السوبر ممكن بشكل كبير جدا تكون بداية جديدة لطاهر محمد طاهر اللي جمهور النادي الاهلي بالمناسبة مش بس بيحتفل بطاهر ومش بس سعيد بطاهر لكن شايف انه طاهر امكانياته كبيرة جدا ويمكن الجول ده يكون نقطة تحول كبيرة جدا ودولة نتمنى في مشوار طاهر مع النادي الاهلي من دي ون من اول ما تم الاعلان عن صفقة طاهر محمد طاهر بشكل رسمي واحنا بنقول اللعب ده امكانياته كبيرة جدا وقمشته وشخصيته شخصية النادي الاهلي يمكن كان فيه ظروف جديدة كتيرة يعني معكساء يمكن كان فيه لحظات مش في احسن حالاته لكن اعتقد انه مع ده ويمكن نعبر عنده بشكل يعني كم الضغط الكبير جدا في احتفاله بالهدف اعتقد طاهر من اسعد الناس صبعا بتحقي البطولة دي وبالدور المهم اللي يعبوا فيه المباراة كل اللعبة النادي الاهلي كانت نجوم وبيتهيقلي حتى لو فرقة الاهلي رجعت من قطر بدون اللقب كنا هنقول انه الرجالة عملت اللي عليها النقطة الوحيدة النقطة الوحيدة اللي حتى كنت متخوف منها قبل المواجهة وخليني هتكلم لقتي براحتي لان كنت متخوف جدا حتى اتكلم في ده عشان ما اصرش بشكل من الاشكال على فرقتنا هي فكرة الابتعاد عن التدريبات الجماعية للقوام الاساسي للفريق احنا تقريبا بقلنا اكتر من شهر نتيجة مشاركة اللعبين الدوليين مع منتخباتهم مصر طبعا في المقام الاول وهو العدد الاكبر من اللعبين الاهلي الدوليين اما عندنا طبعا علي معلول لعب اساسي مع تونس عندنا بدر بنون مع المغرب عشان تلعب مباراة ايه لزي دي في سوبر افريقيا امام قسم قوي ومحترم زي الرجاء بدون ما يكون فيه استعداد كافي اعتقد كانت نقطة صعبة جدا ادنا ان احنا نتخطاها لكن الاهم ان نفس النقطة دي نفس الجزئية دي هنقابلها بشكل كبير جدا في بطولة اقوى وفي بطولة اصعب ومع منافس برضو ليه تأدير ومنافس محترم جدا منتري المكسيكي في بطولة كاس العالم الاندية ان شاء الله ان شاء الله في حالة وصول منتخب مصر المباراة الهائية ده معناه طبعا على حسب تصريحات سيد احمد مجاهد انه مش هيكون فيه تعارض يعني حتى اللحظة احنا متأكدين انه رئيس اللجنة المسؤولة عن دارة اتحاد الكرة عنده او بيضمن بشكل واضح ورسمي بصفته وليس بشخصه فقط انه مفيش هيكون تعارض وانه الاهلي او منتخب مصر هيلعبوا بكامل نجوم لكن في النهاية حتى ولو ده حصل مع وصول منتخب مصر للمرحلة النهائية او الدور النهائي او الماتش النهائي في بطولة امم افريقي او حتى قبل النهائي ده معناه انه سكواد الاهلي مش هتتجمع ومش هتحضر ومش هتستعد لبطولة كاس العالم مع بعض بشكل كامل ومحدش ينكر انه الفرقة اللي ظهرت انبارع في الملعب مش بنفس قوة ولا انسجام فرقتنا في بداية مشوار الدوري غابت عنا حاجات كتيرة جدا لعيبة الى حد كبير برضو ما كانتش في قمة مستواها مقدرين تماما كل الصعوبات اللي بتوجه نجومنا مجهود كبير جدا اتبازل في المطشوات الدولية عشان كده الحقيقة يمكن النتيجة اسعدتنا بشكل كبير جدا وزي ما ابتديت الحلقة قلت يمكن كان السيناريو الصعب ده فرصة عشان تكون يكون اجمل احتفال بسوبر تامن بيضاف لدولة بطولات النهائية خلينا نبدأ حلقة النهاردة مع حضراتكم وبالتأكيد عندنا قدرنا كده نقفل صفحة السوبر ونفتح